أعلنت الحكومة البلجيكيانيتها تلقيح 70% على الأقل من السكان أي 8 ملايين نسم ضد كوفيد-19 وذلك مجاناً لكل مواطن وقرر المؤتمر الوزري لاستحة العمان لقاح لن يكون إلزامياً لكنه سيكون متوفراً للرغبين وجاء في بيان أن الهدف هو تلقيح 70% من السكان على الأقل وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها وفقت على عقد جديد للحصول على لقاحات كوفيد-19 هو الخامس مع مجموعة كيورفاك العلمانية للأدوية وتأمل في توقيع عقد سادس قريباً مع موديرنا الأمريكية ولن تسلم اللقاحات إلا بعد التأكد من فعاليتها وسلمتها ولن تبدأ عملية توزيعها إلا بعد الحصول على موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية علماً أن الاتحاد الأوروبي أعلن أن توزيع أولى اللقاحات سيتم مطلع 2021